بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو الخمسين من سلسلة شرح برنامج الماكرون سوفت ورد. وفي الفيديو ده هنشرح لعضراتكم خصائص المستند. من اعداد أستاذ ياسر محمد نجيب. علشان نعدل في خصائص المستند ده. طبعا في عندنا طرقتين. طريقة عن طريق الويندوز وطريقة عن طريق الوورد. عن طريق الوورد ده بيانات الملف. في مجموعة من البيانات مش مسموعة لك انك تتدخل فيها وهي بيانات خاصة بنظام زي مثلا آآ عدد الصفحة الملف عدد الكلمات بتاعت الملف حجم الملف. مدة العمل على الملف. بالاضافة الى ان في امكانيات انت بتقدر انك تتدخل فيها زي مثلا انك تحط عنوان للملف او انك تحط تاجات تقدر تستخدمها في البحس داخل الويندوز. عن الملف ده او عن محتويات الملف ده. وتقدر بانك تعمل كومنت على الملف ده. انا مسلا هنا هكتب له انواع الخبر فيه العنوان. هعمل له في التاج الهاشتاج ده. هدخل في الكومنت واكتب له العبارة دي. بعد كده ببقى اعمل تقدر من خلال الخصاص بتاعت الملف ديت بانك تدخل وتشوف الملف ده موجود فين عن طريق بانك تدخل على اوبن فايل لوكيشن. فهيوري لك بان الملف ده موجود في الحالة الفرانية. ولو انت تقدر تضغط عليه. هيفتح لك فعلا الصفحة دية. وتقدر من خلال كلمة بروبرتز انك تدخل على التعديل بتاعت خصاص الملف بشكل محترف. لو اندخلت عليها دلوقتي هو فتح لك كل الحاجات. داخل القيمة ديت هتلاقي كل ما يخص خصائص الملف. هو فتح لك هنا مثلا القيمة الخاصة بالكاتب او الخاصة بالعنوان او اي حاجة تخص الملف ده. تقدر بانك تعدل الكاتب او تقدر بانك تضيف مجموعة اخت مختلفة من الكتاب للملف ده. اقدر باني اشوف بيانات الاساسية للملف ده احصائياته اي محتويات خاصة به. بعد ما بخلص التعديلات اللي انا عايز اعملها بعمل اوكي. طبعا تقدر بانك تضيف اي حاجة او اي اشخاص ده مثلا على الكتاب بتوع الملف ده هنا. بعد كده بعمل سيف. انا هقفل الملف حاليا. دلوقتي من الملف انا هاجي هنا وهدخل على كليكي مين وبروبرتز. من خلال بروبرتز هدخل على الديتلز بتاعة الملف علشان اشوف البيانات بداية الملف. هتلاحظ بان البيانات بتاعة الملف ظهرت عندي هنا. بان العنوان انواع الخبر ان التاجز في الهاشتاج ده. وان الكومنت اللي انا حطيته كملف تعليمي موجود. من الكتاب بتوع الملف موجودين. طبعا تقدر تعدل في البيانات دي برضو من هنا ولكن التعديل ده كده بيتمع عن طريق الويندوز ومش عن طريق الورد. اخر تعديل من البيانات الممنوع انك تعدل فيها. هو حاجة بتتحفز تلقائيا بالنسبة الكمبيوتر. عدد مراجعات الملف والبيانات التانية هتلاقيها كلها هنا. تقدر تعدل في الحاجة اللي انت عايزها وبعد كده تضغط على اوكي. كده نكون شرحنا كل ما يتعلق بخصائص الملف. بنشكر حضراتكم نتمنى الجميع كل التوفيق ونتمنى تشارفونا باشتراككم في اشتركوا في القناة